اكثر من مليون شجرة نخيل تتواجد بحوض مناطق مرزق تنمو في الاراضي المنخفضة وحول الاسباخ وعيون المياه هذا العدد الكبير من النخيل يحوي قرابة 159 صنفا مختلفا منها ما يؤكل رطبا او تمرا جافا ومع نهاية شهر فبراير يستعد الفلاحون في تجهيز ونقل شماريخ اللقاح في عملية تعرف بعملية التأبير وتتمتل في نقل حبوب اللقاح من النخلة المذكرة الى النخلة التي تحتاج الى تذكير وتستمر هذه العملية حتى نهاية شهر ابريل من كل عام لكن في فترة الحديثة هذه يفترض انك انت تخزن بقاح بشكل خالي من الابراء وممكن تستخدمها في اكثر من فترة زمنية يعني حتى ممكن ان تقول الالات الحديثة ممكن استخلاصها وتجميحها في شكل بودرة ممكن تضيف لها بعض المواد المثبتة وتطبخها بطريقة اسهل واسرع عندنا حنا في منطقة وادي عتبة الغابة المنطقة البعيدة الغوابية هذين عادي يفترض ان الانسان يمشيلها ويرفع للذكر هذا ويوبر النخل ليش لانا ما فيهاش ذكر هذا لكن نحنا المشيتنا نعانم فيها في منطقة وادي عتبة نعانم من مشجة القسرة الحشرية هذا وتشتهر منطقة وادي عتبة بزراعة النخيل المتنوعة اشهرها ما يعرف بالصعيد والدقلة والخضراوي وغيرها موسيقى موسيقى موسيقى